ملخصنا النهاردة بيبدأ في أعماق البحار وده بيكون بطل في المنى سبونش بوب وده سريع صاحبه اللي بيكون عايش معه في بيته وبيحبه بعض جدا وسبونش بوب راح شغله زي كل يوم في مطعم سلطع بيرجر وهنا بيكلم شفيق وشفيق ده اللي بيشوف سبونش بوب مزعج جدا بالنسبة ليه وابتدى سبونش بوب يعمل البورجر ويشوف شغله وبييجي سلطع وبيقول لهم يلا فتحوا المطعم عشان الزباين تدخل وسلطع معروف عنه انه بيحب الفلوس جدا وهنا شمشون بيحاول يسرق سر خلطة البرجر بتاعة سلطع وهنا مراته كارين بتقول له انت كل شوية تعمل خطة وبتفشل انت مشكلتك الحقيقة مع سبونش بوب مش مع سلطع هو دايما اللي بيبوز لك خطتك وبالليل بعد ما المطعم قفل راح شمشون عشان يسرق سر الخلطة بس سبونش بوب رجع بالصدفة للمطعم وبوز خطة شمشون من تاني وبنروح لمكان تاني في قصر الملك والملك ده بتكون اكتر حاجة بيهتم بها في حياته هو جمال بشرته والمستشار بتاعه بيكلمه هنا في شؤون البحار لكن هو مش في دماغه وهنا الملك شاف تجعيدة حوالين عينيه اتوتر جدا وقال لهم هاتوا الحلزون بسرعة علشان يحطوا على وشه بس المستشار قال له ان كل الحلزونات اللي عندنا المادة اللي بتطلع منهم علشان تفردلك تجعيد وشك انت خلصتها كلها الملك زعل جدا وتعصب وقعد يزعق وقال انا هعمل مكافأة كبيرة جدا لاي حد يجيب لي حلزون وعملوا اعلانات في كل مكان وشمشون شاف الاعلان ففكر في فكرة شريرة ازاي يخلص بيها من سبونش بوب وبسرعة راح بيت سبونش بوب وخطف الحلزون سريع وبعد شوية رجع سبونش بوب بيته وفضل ينادي على صاحبه سريع ولكن سريع ما بيردش وسبونش بيدور عليه في كل مكان ولكنه ملقهوش وفضل يعيط وزعل جدا وقعد يفتكر المواقف اللي ما بينهم وبسيط دخل عليه ولقى عمال يعيط وبيعرف من سبونش بوب ان سريع ضاع وهم بيتكلموا بسيط بيلاقي ورقة بيعرفوا منها ان سريع اتخطف واخدوه لمدينة اطلانتك الضائعة وسبونش بوب قعد يقرأ كتاب عن مدينة اطلانتك الضائعة وان الملك بتاعها شرير وبيعدم اي حد من غير تفاهم وسبونش بوب قعد يعيط تاني وقال لي بسيط انا جبان وخايف جدا بس بسيط قال له ما تخافش انا صاحبك وجنبك وعمري ما هسيبك وانا هروح معاك ننقذ سريع فورا انت طول عمرك شجاع يسبونش بوب وبتساعد اي حد يحتاج لك وهم رايحين ينقذوا سريع قبلوا شامشون وكان مجاهز عربية بيسوقها انسان آلي وعمل نفسه مش عارف حاجة وقال لهم العربية تحت امركم لو عايزين تروحوا في اي حتة توصلكم وبعد ما ركبوا شامشون قال للسواء الآلي وديهم مدينة اطلانتك الضائعة وما تجيبهمش تاني وبعدين الناس راح اتمطعم صلطع بيرجر عشان ياكلوا لكن ما كانش فيه اكلة عمل وده عشان سبونش بوب ما راحش الشغل والناس زعلت جدا وقاعدوا يكسروا في المطعم وسبونش بوب وبسيط راحت عليهم نومة وهم في العربية ولما صحيوا لقوا نفسهم في مكان برا البحر مكان كده زي الصحراء وافتكروا نفسهم بيحلموا وكانوا مستغربين جدا انهم برا البحر وعارفين يتنفسوا والعربية بتوصلهم لمدينة اسمها الوادي الملعون وبتقف قدام مطعم والمكان شكله مهجور وقديم جدا وفجأة بيجري عليهم كرة اخصان والكرة دي ظهر منها وش راجل فخافوا منه جدا وقال لهم ان اسمه حكيم وهيساعدهم في المهمة بتاعتهم بس في تحدي لازم يعملوا الاول علشان يقدروا يلاقوا سريع وادى لهم قطعة معدنية وقال لهم القطعة المعدنية دي هتدكوا شجاعة لما يحسوا بالخوف وش هور لهم الحكيمة على باب المطعم وقال لهم ان هنا هيبدأ التحدي وانهم لازم يحرروا ارواح الناس اللي جوة ويقتلوا ديابلو الشري يا طرس بنش بوبو بسيط هيقدروا على التحدي ده هنعرف الفيديو اللي جاي ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد اشتركوا في القناة